السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شبابنا الطيبين والذهب هنا أنا أدنى مجموعة من الجمل والدكتور قال للطلاب لا أعلم مو سنجل إعلان هذا مشكلة وقال لنا الدكتور أريد أن الجمل كلهن بالفرس كونديشنال يريد هن كلهن بالفرس كونديشنال طيب إحنا إذا انتبهنا أنه الفرس كونديشنال عدنا جملة شرط وجواب شرط جملة الشرط التي تكون مع الاف شبيه جملة الشرط التي تكون مع الاف دائما بالمضارع البسيط يعني هنا عدنا مفرد إذا رينز وهنا بالمستقبل ويل ستي إحنا أنا ماي براذر مفرد جوز هاي جملة الشرط جواب الشرط والبي طيب إحنا أنا جملة الشرط جملة الشرط في حالة إنه في غريبا دان ورغ وهنا أنا عدنا جواب الشرط وال نت أين الجملة الوراها نجحنا هنا هاي افي الشرطية لان هاي مضارع بسيط في حالة النفيع ادنى شي مفرد يصير vitek doesn't finish انت شمنت الاجم Им يصير اما هاي الجمله ساعمل لها will بس دقيقة can to go ادنى will can to go will can to go كي الشباب هنا الخلل يمنى نعم شنه هو الخلل يمنى انه هاي الكان هي اصلا دلالة على المستقبل فالكان تبقى نفسها المشكلة الثانية انه كان يجو ورافع المجرد يعني نازم نعذف التو كان جو ما ترهم غير رسي هذا الشغلة الجملة الوراها خمسة جملة الشرط تبقى نفسها لكن جواب الشرط في جملة الشرط في حالة انه في لكن جواب الشرط will get هنا انا بجملة الشرط يبقى نفسها find اما جواب الشرط صير will give وهنا بجملة الشرط في حالة انه في صير don't don't visit جواب الشرط صير will be جملة الشرط في حالة انه في don't لانا عندنا جمع don't go اما جواب الشرط will happen will happen جملة الشرط الكلوز نحط اله اس لان الفكتري مفرد وهنا نصير will lose وما ما مشينا النفسي حالة كلهم جملة الشرط في حالة النفس صير don't get جواب الشرط صير will not buy هنا عن جملة الشرط في حالة انه في مفرد doesn't finish جواب الشرط will not have here نفس المشكلة عندنا هنا في جملة الشرط remember نخلي لها s remembers اما هنا عندنا جواب الشرط ايضا هذا الني ستصير can go وهنا عندنا جملة الشرط في حالة انه في نخلي don't don't put اكيد لازم نخلي نفسه وهنا في جواب الشرط راح نخلي will زين اثنين منخلينا will هذا نش نسوي لنه زين will will not taste انه انه انا عندنا في جملة الشرط في حالة انه في راح صير don't hurry up جواب الشرط will be انه انا عندنا في جملة الشرط find صير find جواب الشرط will be صير will be وهنا انا عندنا جملة الشرط جملة الشرط انا عندنا الفاعل مفرد اذا check صير as checks اما جواب الشرط راح نخلي will صير will not break down not break down down جملة الشرط في حالة انه في صير don't take اما جواب الشرط راح يصير will not disappear خ هاي انتهي هنا منعتها عندنا هنالا ايضا يقول الازمنة يقول حدد الزمن المناسب هاي الجملة الاولى شلقين بيها لقين بيها ظروف التكرار اللي هي twice اذا هي مضارع بسيط وماذا مضارع بسيط اذا نستعمل جواب اللي هو D plays لا ما يصير play's usually usually play's لأن ظرف التكرار لازم يصير قبل الفعل الجملة الثانية هو مكتوب عليها ترك بس مع ذلك نحلها لا عندنا الوين الوين تربط بين زمنين هاي قال للم عليها ترك لأن غلطانين بيها شلون لازم نتنا المضارع المستمر يصير قبل ها فيقول أحرق على العموم يصير أحرق أحرق يده عندما كان يعمل بالفرن اي وراها وراها شو نزم المالفة زمنها سوفار مع المضارع التام والمضارع التام نستعمل ها والتصريب الثالث إذن C الوراها I think وهي ال I think تستعمل أمر غي مؤكد يعني مستقبل the weather will be nice وراها عندنا ago يعني ماضي والماضي نستعمل left الأين وراها نستعمل عندنا Thomas and I think it was the best هذا the last Timson Timson إذن ميت عمل عمل 13 فيلم يعني كملا للأفلام وراحا وخلصا Robert lately did you have you seen have you seen lately بمثابة recently وراها عندما كنت طفلا أنا كنت playing violent لأن الوين تستعمل بين جملتين بالماضي بالماضي البسيط والمضارع المستمر آسف وإذن هنا عندنا مضارع التام يعني هذا التصريب الثالث هنا عندنا I am busy at the moment إذن مضارع مستمر إذن I am ing وهنا عندنا ماضي بسيط إذن the baby was sleeping quietly الجملة الوراها روبرت for three weeks الفور مبارع تشر إلى المبارع التام he is still in hospital إذن has been L I am very tired I of a for three league night today hi today بالمناسبة today تشير إلى كل الأزمة لكن أغلبها تجي مع المبارع المستمر جيد وراها وراها يقول my friends tonight إذن tonight إذن هم خطط إلى tonight إذن are going to زي ليش ما استعملنا الار الار لازم يجو وراها ING هذا ما بها ING ول go to ما تر هم أغلبها اسم go to إهن آنا this isn't my first time visit London يقول هذه ليست المرة الأولى إذن I have been أنا كنت في London لا م I had I have been what time to work this morning في هذا الصباح هذا الصباح إذن have you got did you get I haven't see Kate Christmas since Christmas he's worked for his company many years العديد من السنوات for many years as soon as Martina saw the fire رأت الفاير النار she نقول عندما رأت النار إذن هاي ماضي بسيط إذن تلفون كل مرة كل مرة يرى الفيلم made in India he homesick feels ما دام يقلي كل مرة إذن يتكلم عن أمر دائم since I left Benzuela six years ago I family several time إذن visit I return return many times مضار بسيط after بعد هذا البعدي جورا هم هذي تم هاد been هنا عندنا الوائل يجو وراها إذن هنا ماضي بسيط الماضي البسيط نستعم ما كاتب نه ما كتب حنا من عندنا while I was washing my Martin small dent in the rear fender المهم هاد استعم ماضي بسيط ما عندي كتاب هار دا pass symbol وشكرا جزيلا أوكي شباب الله ما خلصنا نجي هنا نتكلم عن هاي المجموعة هاي المجموعة يريد الدكتور من عدنا نسويها بال second conditional الماضي العفو الحالة الثانية في الشرطية الحالة الثانية بـ الشرطية الجملة الشرط نستعمل لها ماضي وجواب الشرط نستعمل لها with صلة الفكرة شباب يعني جملة الشرط ماضي جملة الشرط ماضي جملة الشرط ماضي في حالة نفي didn't جملة الشرط ماضي جواب الشرط نستعمل with جملة الشرط نستعمل ماضي شو سهلة سهلة وحلوة ومرتبة جملة الشرط نستعمل ماضي في حالة جملة الشرط نستعمل ماضي جواب الشرط نستعمل طيب ود لو كوت نستعمل ود نستعمل كوت زين هنا رح ندخل إلى مسألة ثانية وهي الود المنستعملها والكوت المنستعملها يقول إذا رأيته طبيبا يقول أنا رأى طبيب حول سوف أراجع الطبيب حول الصداع لو كنت مكانك لا نستعمل ود ليش لما سأنا مو مكانك وسط الفكرة نجي هنا جواب الشرط نستعمل ود جواب الشرط نستعمل ود جواب الشرط نستعمل ود وهكذا شوه شغلا حلوة مرتبة ما بيك شي هنا أنا أيضاً عدنا جملة الشرط نستعمل ماضي جملة الشرط نستعمل ماضي في حالة إنه في تقرضني السيارة لا تطيقني السيارة ليش لا تطيق السيارة يقول اذا لا تطيق السيارة لن تطيق السيارة اذا لم تسألها بلطف اوكي هنا نستعمل الماضي لان هذا تصريب ثالث وهنا جواب الشرط نستعمل ساعدة في المجرد اذا شوفوا شباب شوان شغلة حلوة وسهل لها بها اي مشكلة ايوان شرابنا العزاء هنا مجموعة من الازمن الوين الوين يجي ورها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر يعني باستعمال الوز زائد الing هاي الجملة عدنا بيها فور ليت ها الوين في حالة المفرد اذا نتعلم خذيلة as comes هنا نعدنا بالمناسبة هاي الجملة تنحل بعدة طرق يعني ما بها دلائل اقدر احلها بالمضارع البسيط يعني انا اقفل الباب وبعد ذلك اذهب الى المحل او اقول بالماضي شون بالماضي انا اقفلت الباب وذهبت الى المحل خوشحة خوشحة شيء وصلت الفكرة او نستعملها بالمضارع يعني مضارع التام شلون انا اول مرة هاد لكت اقفلت الباب وبعد ذلك ذهبت الى المحل خوشحة اذا هاي المشكلة لازم تعودون للاستاذ مالكة اهنا عدنا مومد مضارع مستمر يعني is is jogging is jogging ing اهنا عدنا تمارا بالمستقبل اذا راح نخلي will call will call جاي مساحا على المدى يصير لنا مجال شباب هاي الجملة بها الاردي هذا مضارع التام يعني استعمل has زائدا الاردي زائدا تصريف ثالث but ght الجملة الولاها عدنا ب for اذا هنا تصير hard cleaned هنا انا عدنا recently مضارع نعم recently عدنا مضارع تام مضارع تام have زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث اللي هو البن وهنا عدنا now is ing is going العفو هذا playing زيان وهنا هنش لقينا لقينا وين ماضي بسيط ماضي بسيط اذا هنا ماضي مستمر where playing where you going asif هنكتبها where you going is for the future مستقبل اذا راح نصير well well tim right بلا مطينا future going to لا مطينا future symbol مستقبل مستقبل بسيط يستردي ماضي في حالة السؤال نستعمل did and row والمس تبقى نفسها يوجبالي مضارع بسيط اذا نستعمل do زائدا فاعل زائدا فاعل مجرد يعني الhave تبقى نفسها have الwhen ما دام هنا عدنا ماضي بسيط إذا هنا ماضي مستمر was been وراية تنضيف لها ing يصير was been writing عدنا هنا شنو or at all اطلاقا اطلاقا هذا مضارع بسيط يعني هو دائما إذا نستعمل don't like خش هنا هو سوف لن يساعدنا will not help yesterday ماضي بحالة النفي راح نستعمل didn't يبقى الفعل مجرد الانسر يبقى انسر ها عدنا هنا هنا yet يعني hasn't مضارع تام زادا تصريف ثالث written هنا ناش عدنا عدنا وين ماضي بسيط اذا ماضي مستمر wasn't translating wasn't translating طيب عشرين عدنا مومنت مضارع مستمر يعني is or ing isn't where play وين انا عدنا yesterday اذا في حالة didn't بس هاي الجملة نقدر نحلها الطريقيا نقدر نحلها ماضي مستمر يعني نقدر نقول weren't playing ونقدر نقول didn't play ليش لان هي تحتمل هس راحاش راح لكم اياها يقول الاولاد لم يكونوا يلعبون في الساعة الثالثة البارحة او نقول الاولاد لم يلعبوا الساعة الثالثة البارحة عدنا always والفاعل جمع اذا الواش تبقى نفسها واش وراحة وهنا انا عدنا off المضارع بسيط والفاعل مفرد اذا الفاعل نخلي الاس tomorrow اذا راح نخلي will صير will bring already مضارع تام جيسيكا نخلي الها has already will spend صير spent yesterday اذا الفاعل يقلب للماضي ago صير went moment وهنا انا عدنا moment ال i تاخذ am والnot نزلها والcooking خلي لها ing cooking لانها مضارع مستمر وهنا عدنا وين ماضي بسيط اذا ماضي مستمر ال boys wear with talk talking ing انا عدنا before four اذا هنا ماضي time had light يستبدأ بالماضي اذا السنغ صير سانغ وهنا عدنا already يعني واذا عدنا already اذا David انخلي لها has already read always والفاعل مفرد listen الصير listens هاي التمارين اللي يطوحها في احد الجامعات وطلبوا من عندنا حالها حسب ما موجود عندنا وحسب المعطيات قدرنا نحلها والتوفيق للجميع شكرا جزيلا شكرا جزيلا